ندين ندين ذكرت فيما سبق بأن عندما يحدث أي ربما تحرك أو تصعيد في أي منطقة في فلسطين ينعكس كتداعيات على مناطق أخرى اليوم نشهد في تل أبيب تل أبيب وهذه الرشاقات الصاروخية ربما كما وصفتها راوية بأنها كان متوقعا تكون هل هذا انعكس الآن على المشهد العام في القدس؟ هل هناك من إجراءات أو تعليمات جديدة تماشيا مع هذه الأحداث؟ في بعض الأحيان عندما تطلق رشقات صاروخية من القطاع باتجاه تل أبيب ومحيط تل أبيب كانت تسمع صافرات الإنذار حتى في القدس ومحيطها لأننا نتحدث عن مناطق جغرافية قريبة نتحدث عن 30 إلى 35 كيلومترا هذا كما حصل في السابق يعني تزامن إطلاق صواريخ على تل أبيب وحتى في القدس الغربية يعني منطقة الكنيسة سمع عدوي صافرات الإنذار وبالتالي المناطق كما يمكن وصفها جغرافيا هي قريبة من بعضها البعض القدس وتل أبيب أما بالنسبة لانعكسات ذلك فهي دائما مرتبطة مع بعضها البعض فيما يتعلق بنعكسات الإجراءات التفتيشية وتكثيف لسيارات الشرطة ولكن عندما نتحدث عن القدس نتحدث عن خصوصية ما مثلا الخروج في اشتباكات والخروج في مظاهرات هذا يقمع قبل أن تحصل هذه المظاهرات بحكم أن القدس تتبع للسلطة والإدارة الإسرائيلية فبالتالي لا تحركات ببساطة هكذا أن تخرج الناس وتتظاهر أو ربما تحصل اشتباكات فلا نتحدث عن اشتباكات مسلحة إذن فقد قد تكون رد فعل شعبي من قبل بعض الأحياء بإطلاق الحجارة تقوم القوات الإسرائيلية بالرد برش المياه العادمة أحيانا إطلاق الرصاص المطاطي وإذا كان هناك أي عملية ما مثلا تنفيذ عملية طعن أو زعم تنفيذ عملية طعن أو كما حصل في إطلاق الرصاص قبل أيام عند مخفر الشرطة تقوم بإطلاق الرصاص الحي باتجاه المسلح ولكن في غالب الأحيان هي تحصل لمناوشات بالحجارة من قبل أهالي البلدات الموجودة في القدس والتي تحيط في القدس كرد فعل أو كغضب عما يجري ولكن بفعل الإجراءات المشددة وتكثيف للإجراءات الأمنية حركة الناس ليست بهذه السهولة فتواجد لقوات الشرطة وحتى الجيش والجنود المتواجدين عند مداخل الأحياء والبلدات تردعهم وتمنعهم من أن يتحركوا بهذه السهولة أو حتى التنقل بالسيارات من مكان لآخر مثلا هذا الشارع الذي نقف فيه هو شارع منطقة معينة فقط لكن إذا أردنا الذهاب من حيث نحن إلى بلدة أخرى فلسطينية في ضواحي القدس يكون الوضع صعب لا نستطيع وكأنهم أصبحوا جزر منعزلة يتم الفصل بينهم بحواجز إسمنتية حواجز ترابية سواتر ترابية ومنعهم أيضا من الدخول بفعل التكثيف الأمن المشدد في القدس لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات